السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي الطلاب وطالبات الصف الرابع أهلا ومرحبا بكم على منصة البس المباشر بالوزارة ودرسا جديدا من دروس الرياضيات يا أصحابكم في رحلاتكم الأستاذ محمد ناجي معالم الرياضيات إن شاء الله النهاردة هنبدأ مراجعة عامة على المنهج كله دي أول مراجعة معنا إن شاء الله مع نهاية هذا الدرس نتمنى على الله نحقق مجموعة من الأهداف أن نقدر نحل مساء المتناوية على الكسورية الاتهدية والعشرية إن هنا نقدر نحل مساء المتناوية على إنشاء رسم بيانه وتحليله وكمان نقدر نحل مساء المتناوية على النقاط والخطوط المستقيمة والأشعر والأشكال الهندسية المستوي ونقدر نحل مساء المتناوية على زوايا الديرة أول سؤال معنا اختار الإجابة الصحيحة اتنين وجزء من عشرة ليه قريتنا اتنين جزء من عشرة لإن هنا العلامة العشرية بعد رقمين يبقى لما اجيكتبها ككسر عشري أو كسر اعتيادي نكتبها كسر اعتيادي هيبقى اتنين يبقى هنكتب اتنين على كام برافو عليكم على عشرة ليه عملت المقام عشرة لإن هنا العلامة العشرية بعد رقم واحد بنقسم فوق وتحت أقسم البسط والمقام أقسم البسط والإيه والمقام على كام على اتنين يبقى أنا هقسم فوق على اتنين واسم تحت كمان على كام اتنين اقول له يساوي اتنين تقسيم اتنين تقول لي بواحد وعشرة تقسيم اتنين بكام بخمسة يبقى ايزا هيبقى كام هيبقى واحد على الخمسة تمام طيب ده لو انا عايزة بسطه طيب في حل تاني هل هنا في واحد على خمسة تقول لي لا انا عايز بقى كسر المكافئ ممكن اقول له اتنين على عشرة اللي انا كتبتها اروح ضارب فوق اخلي المقام مية يبقى اضرب فوق في عشرة يبقى اضرب البسط في عشرة وهضرب المقام كمان في عشرة يبقى اقول له كده في عشرة اقول له يساوي اتنين في عشرة تقول لي بعشرين وعشرة في عشرة بمية يبقى الاختيار رقم ايه الاختيار رقم با يبقى ده الكسر المكافئ لاتنين على اتنين من عشرة هي هي عشرين من مية لأن إحنا قلنا نقدر نزود أصفار على يمين الايه العدد، شوف السؤال اللي بعضيه، أي مما يلي يمثله شعاعا، ايه هو الشعاع؟ الشعاع الذي له نقطة بداية وليس له نقطة نهاية، يبقى ليه بداية هي دي نقطة البداية أهي وما لهش نهاية، طيب الشعاع اسمه ايه؟ اسمه ايه بي؟ يبقى إذن البداية بتاعته مين ايه؟ بقى هنا هيكتب ايه؟ النهاية أو الضلع ان الاتجاه النهاية كان نقطة بي، يبقى إذن ما هو الشعاع اي بي؟ يبقى رقم با أيضا، يبقى أنا أختار الشعاع اي بي، يبقى إذن ده الرمز بتاعه، نشوف اللي بعديها، الشكل المقابل يمثل المستقيمين مالهم، احنا عندنا أنواع المستقيمات، فيه مستقيمان متوازيان، يعني لا يتقطعان أبدا، يبقى دهم مستقيمان متوازيان، عاملين زي شريط ايه؟ القطار، وفيه مستقيمان متقاطعان، يعملوا زي ايه؟ عالمة الضرب كده، او ايه؟ او حرف الاكس، لهم مستقيمان متقاطعان، وفيه مستقيمان متعامدان، وده ببقى زي عالمة الزائد كده، بيصنع اربع زوايا قائمة، بيصنعوا ايه؟ اربع زوايا قائمة، يبقى ده مستقيمان مالهم متعمدان، يبقى إذن الشكل ده يمثل مستقيمان، أقول له متقاطعان، يبقى إذن الاختيار بتاعي يبقى متقاطعين، يبقى الشكل اللي قدامي لا يمثل ايه؟ بيمثل مستقيمان متقاطعين، برافو على أولدنا شطار، ممتازين، يبقى إذن اختارنا الإجابة، السؤال بعد كده خمسة على تمانية أقرب إلى الكسر المرجعي، ايه الكسور المرجعية؟ تعالي افتكل مع بعض يعني كسر مرجعي، الكسور المرجعية عندنا ثلاث كسور مرجعية، عندنا السفر، وعندنا النصف، وعندنا الواحد الصحيح، أي كسر عندنا مثلا ده الخمسة الأتمان، لو أنا عملت خط أعداد بالشكل ده، لو أنا عملت خط أعداد كده، عندنا ده السفر، وده النصف، وده الواحد، الخمسة أتمان لما أجي أكتبها أكتبها فين؟ تعالي نشوف، لو أنا همثل على خط الأعداد، هلاقي أن الخمسة أتمان هكتبها هنا، ليه مستر عملتها بعد النصف؟ لأن التمانية دي نصفها أربعة، نصفها كام يا أولاد أربعة، يبقى هنا النصف ده عنده كام؟ عنده أربعة على تمانية، يبقى أربعة على تمانية تبقى هنا لنصف التمانية، نصف التمانية كام أربعة، يبقى إذن أربعة على تمانية هي النصف، طيب أنا عندي الكاسر بتاعي خمسة على تمانية، يبقى أكبر من النصف، يبقى يكتب هنا، يبقى الخمسة على تمانية أقرب لمين؟ هل أقرب للنصف؟ ولا أقرب للواحد إيه رأيك أنت برافو عليك هيبقى أقرب للنصف يبقى الاختيار بتاعي هيبقى نصف يبقى أنا هنا عشان أجيب الكسر المرجعي بقول أنا عندي ثلاث كسور مرجعية عندي السفر والنصف والواحد أشوف الرقم المقام هنا لو لقيت البسط قريب من المقام يعني لقيت البسط مثلا سبعة على تمانية البسط سبعة والمقام تمانية يبقى إذن السبعة قريبة يبقى إذن أقول له واحد لو لقيت البسط بعيد عن المقام يعني البسط مثلا واحد على تمانية الواحد دي بعيدة جدا عن التمانية يبقى كنت اخترت سفر لكن لو لقيت البسط قريب من منتصف المقام قريب من منتصف مين المقام المقام هنا تمانية نصفه كام؟ هتقول لي نصف وأربعة يبقى إذن الخمسة قريبة من الأربعة يبقى أختار بإيه نصف يبقى أنا عندي لو لقيت البسط قريب من المقام يبقى أختار واحد ألاقí البسط بعيد عن المقام، هاختار صفر، لقيت البسط قريب من منتصف المقام يبقى اختار النصف، وإحنا هنا اختارنا مين؟ اختارنا النصف. بيقول لي ضع برضو أكبر أو أصغر أو يساول، أنا عايزة قارن ما بين الكثيرين العشريين، أول حاجة عشان تقارن ما بين الكثير العشرية لازم تساول علامات العشرية، يعني يساول علامات العشرية؟ أشوف هنا عندي كم علامة عشرية، هتقولي هنا عندي اتنين، وعندي هنا كم علامة عشرية، تقولي واحد، يبقى لازم أزود هنا السفرة على اليمين بحيث يبقى ده عنده رقمين عشرين، مثل ده اللي عنده رقمين عشرين، تب ما نيجي نقارن، هلاقي هنا سفر، وهنا سفر، متساوين، هنا علامة عشرية، وهنا برضه علامة عشرية، هنا في خلط الجزء من عشرة سبعة، وهنا في خلط الجزء من عشرة تمانية، ألاقي الثمانية أكبر، يبقى نروح مختار الثمانين، طبعاً أنت لو قرنت بدون تسوية العلامات العشرية، كنت تقول الثمانية والسبعين أكبر، هتقولي أكبر من الثمانية، أولا خلي بالك دي مش ثمانية، فدي ثمانية من عشرة، بتساوي ثمانين من مية، تساوي ثمانية من ألف، ليه؟ لأن احنا قمنا نقدر نزود أصفار على اليمين الرقم كم زي ما احنا عايزين، وبالتالي في المقارنة لازم تساوي العلامات العشرية، تشوف هنا العلامة العشرية بتاحتك بعد كم رقم ليه تا اتنين؟ يبقى لازم ده يبقى بعد اتنين، عشان ك لا تبدأ تقارن بمنتهى السهولة، ده تعمله فين؟ تعمله لما تقارن ما بين أكبر أو أصغر أو يساوي، أو تعمل عملية ترتيب، سواء ترتيب تصعودي أو ترتيب تنازلي، السؤال بعد كده؟ بيقول لي ما اسم الشكل المقابل، تعالوا نبص على الشكل المقابل هلاقي، بيقول لي الصف الرابع باللون الأزرق، والصف الخامس باللون الأحمر، وده عبارة عن عمودين لازمين في بعض، يبقى ده اسمه ايه؟ برافو عليكم اسمه التمثيل البياني بالأعمدة المنزلية، المزدوجة، يبقى لوح مختار التمثيل البياني بالأعمدة المزدوجة، لأن هنا كان بيقارن ما بين ايه؟ الصف الرابع وصف الخامس بطريقة الايه؟ الأعمدة المزدوجة، لأن كل عمود مع عمود مزوج ليه، تماما، الواحد الصحيح بيكافئ كم جزء من مئة، الواحد الصحيح بيكافئ كم جزء من مئة، احنا عرفنا أن الواحد الصحيح نقدر Warrior الاجزاء من مئة او اجزاء من عشرة او اجزاء من الف طيب احنا عندنا الاجزاء من عشرة الواحد الصحيح لو انا مثلت الواحد الصحيح ده عبارة عن مربع كده وعايز اقسمه الاجزاء من عشرة هعمل ايه هتقول لي روح مقسم عشرة اجزاء اقول له كده دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وبالتالي الواحد الصحيح الواحد ايه الصحيح يبقى في كم جزء من عشرة هتقول لي كده فيه عشر اجزاء من عشرة يعني عشرة على عشرة طيب فيه كم جزء من مئة برافو عليك يبقى فيه مائة جزء من مئة يبقى مئة على مئة يبقى الواحد الصحيح؟ عبارة عن مئة على مئة. وبالتالي يبقى لو ما يجي يقولي الواحد الصحيح يكافل كم جزء من مئة؟ أقول له مئة جزء. أروح مختار مئة جزء. ليه؟ لأنه بيقول لي كم جزء من مئة. لأن مئة على مئة بواحد. مئة تقسيم مئة بواحد. لأن هذا لو أنا عندي برضو نفس مربع. عايزة أقسمه أجزاء من مئة. أنا عملت كده عشرة. وفقه يروح عمل عشرة رأسة دي كده واحد اتنين تلاتة. له الشبكة الايه؟ المئة. يبقى إذن لما بظلنا لها كلها تبقى بواحد صحيح. يبقى الواحد الصحيح. في كم جزء من مئة؟ أقول له في ايه؟ في مئة جزء. طب في كم جزء من عشرة؟ في عشرة أجزاء من عشرة. يبقى إذن موضوع سهل جدا. طالما أن الواحد في كم جزء من مئة قلت مئة؟ يبقى الاتنين في يوم كام؟ برافو عليك في يوم متين. تبقى التلاتة تلتمية لأربعة وربعمية وهكذا. طب لو قال لي تلاتة واربعة من عشرة. لو قال لي تلاتة واربعة من عشرة. في يوم كام جزء من مئة؟ آه ممتاز. هتقول لي يا مستر هتقول لي يساوي. هتروح هنا واضح سفر كده عشان يبدأ اجزاء من مئة. التلاتة قلنا فيها تلتمية يبقى تلتمية واربعين جزء من مئة. اقول له يبقى ايزا الموضوع سهل جدا احنا كده عرفنا الواحد في كم جزء من مئة؟ اقول له في مئة جزء. لو انا غيرها وقال لي في كم جزء من عشرة اقول له عشر اجزاء من عشرة وهكسب. يبقى انا كده عرفت الواحد الصحيح في كم جزء من مئة؟ قلنا في مئة. اتنين على اتناشر على عشرة عادينا نحطها في ايه في الصورة عادة كسري. عشان تضعها في صورة عادة كسري. اول حاجة لازم تبسط. لازم تعمل عامية ايه? التبسيط. لو فيه تبسيط. طب الاثناشر والعشرة. الاقي ده عدد زوجي احده اثنين. وده عدد زوجي احده سبت. يبقى انا هقسم البسط والمقام على كام. برافو عليك. هقسم البسط على اثنين. وارروح برضو قسم المقام على كام على اثنين. اقول له يسا وتعالي نكملها هنا. اثناشر تقسيم اثنين فيها الستة. برافو عليك. طب عشرة تقسيم اثنين فيها الخمسة. بقى الستة على خمسة. ربما محولوا طبعا ده كسر غير حقيقي لان البسط بتاعه اكبر من المقام. هنحولوا بقى العدد كسري. الستة فيها كم خمسة? ممتاز فيها الواحد. يبقى الستة فيها خمسة واحدة. ويبقى كام? ويبقى الباقي واحد على ايه? خمسة. لان انت لو لو انا حبيت احوله مرة تانية الكسر غير حقيقي كنت بتضرب الواحد في خمسة بخمسة. وتروح مزود عليه الواحد يبقى ستة. يرجع ستة على خمسة. يبقى الاختيار بتاعي يبقى واحد صحيح وخمس. يبقى انا كده الاول بسط. لازم لو فيه تبسيط بسط. كان هنا عدد زوجي احد و اثنين. احنا عدد الزوجية احدة سفر اثنين اربعة ستة تمانية. وده احد و اثنين. وبالتالي يازم يقبل قسمة على اثنين. اسمت الاثناشة على اثنين فيها الستة. واسمت العشرة على اثنين فيها الخمسة. رحت وجدت ان الستة على خمسة ده كسر غير حقيقي. شفت الستة فيها كام خمسة قلت فيها واحد. والباقي واحد على كام على خمسة. ويبقى الاختيار بتاعي واحد وخمسة. السؤال بعد كده ستة وخمسة وسبعون جزءا من مئة. عايزينا بالصيغة القياسية. احنا علفنا الاول خلي بالك دي ستة. يبقى انا هكتب ستة. اهيه. وجدت فصلة مقلوبة الاعلى. يبقى اذا ده معناها تضع علامة عشرية ليه. لان الفصلة دي المقلوبة بتفصل ما بين العدد الصحيح والكسر العشري. يبقى الفصلة المقلوبة دي هتفصل ما بين العدد الايه الصحيح والكسر الايه العشري. فيبقى الرقم اللي قابل الفصلة ده الصحيح. اللي هو الستة. يبقى ده ستة صحيح. وخمسة وسبعون جزءا من مئة. يبقى انا اكتب هنا العلامة العشرية هي اللي هي النقطة دي. وكتب هنا خمسة وايه. وسبعون جزءا من مئة. يبقى ستة صحيح وخمسة وسبعون جزءا من مئة. يبقى الاختيار بتاعي يبقى رقم دال. اللي نوع بيكان بيتكلم عن. بيقول ستة صحيح وخمسة وسبعين جزء من مئة عزب صغر قياسية. فروحت بايه قار كلمة كلمة وبدأت اكتب ستة. رحت كاتب ستة. وجدت فاصلة مقلوبة للأعلى يبقى دي عمان نضع علامة عشرية على طول. ليه? لان الفاصلة دي بتقلي ما بين العدد بتفصل ما بين العدد الصحيح والايه والكسر العشري. وبالتالي تبقى الستة دي صحيح. والخمسة وسبعون جزء من مئة دي اجزاء عشرية بتكتب على اليمين. يبقى ستة صحيح وخمسة وسبعين جزء من مئة كتبناه. السؤال بعد كده له نقطة بداية وليس له نقطة نهاية. مين اللي لي بداية? يبقى نرسمه اهو. يبقى لي كده بداية اهي. وليس له نهاية اهو. انا رسمته برافو عليك. يبقى الشعاع. لان انا رسمت الكلام. هو بيقول لي له نقطة بداية. رحت عامل نقطة بداية. وليس له نقطة نهاية. يبقى هعمل خط. واروح عامل ساهم مالهوش نهاية. ويبقى بالشكل اللي طالع معي ايه? هلاقيه شعاع. السؤال بعد كده. قيمة الكسر الذي يمثل الجزء المظلط. اهو ده اللي احنا كنا بالتكلم عنه ساعة ما قلنا الواحد. الصحيح فيه كم جزء من مئة. دي كده طالما ظللت المئة جزء كلهم. طبعا دي اجزاء دي واحد اتنين. لو انت عديته ما تلاهم مئة جزء. يبقى ايزا ظللت المئة كل مئة جزء كلهم يبقى ده بواحد صحيح. يبقى انا هكتب كده واحد صحيح. وعند هضع علامة عشرية. ليه هضع علامة عشرية؟ لان عندي هنا ده كسر عشري بقى. ليه؟ لنمنون اجزاء منه وسايب اجزاء مش ملونة. يبقى ايزا الاجزاء الملونة دي هتمثل الكسر العشري. تعالي نعد كده. يبقى ده كده العمود ده بعشرة. كده احداشر اتناشر تلاتاشر. يبقى واحد صحيح. وطلاتاشر جزء من مئة. يبقى ده اختيار رقم جيم. يبقى انا اقول تاني. اللي ظللناه كله ده. ده واحد صحيح. يبقى ده يمثل كان يمثل الواحد الصحيح. وده الاجزاء من ايه؟ ده الاجزاء العشرية. وبالتالي يبقى نكتب واحد صحيح. عندي هنا عشر اجزاء. وادي كده احداشر اتناشر تلاتاشر. يبقى واحد صحيح. وطلاتاشر جزء من كام. وطلاتاشر جزء من مئة. يبقى الاختيار رقم جيم. تلاتة وتسعين جزء من مئة. تعالي نكتب ايه؟ ده بالصيغة القياسية. نفس الشيء. هل هنا ايه؟ ده كاتب ايه بصيغة الوحدات. كاتب العدد. وكاتب اسم الخانة. فتلاتة وتسعين جزء من مئة. يبقى الاختيار رقم الف سهل جدا هو ده لتلاتة وتسعين جزء من مئة يعني العلامة العشرية بتاعتي بعد رقمين لان الاجزاء من مئة يعني العلامة بعد رقمين يبقى اقتيار رقم الف الصيغة القياسية للعدد تلاتة احاد واربع اجزاء من مئة ده مكتوب بايه بصيغة الوحدات ليه مكتوب بصيغة الوحدات لان كاتب الرقم وكاتب اسم الخانة يبقى ده اسمها صيغة الوحدات عايزين اقتبقى بقى بالصيغة القياسية يعني اقتبقى بالارقام. تلات احاد يبقى انا اكتب في خانة الاحاد تلاتة احنا لو احنا فاكرين جدول القيمة المكانية لو احنا افتكرنا جدول القيمة المكانية كان بيبقى بالشكل ده. هنا طبعا العلامة العشرية اهيه. وكنا هنا احد كانت هنا تبقى احد. كانت هنا الخانة بتاعتنا دي احد. دي جزء من عشرة. هنا جزء. من. عشرة. ودي جزء. من ايه? من مئة. جزء من ايه? من مئة. فلما يقولي تلاتة احاد يبقى انا هكتب في الاحاد تلاتة اهي. والعلامة العشرية هتنزل اهي بالشكل ده ادي النقطة. اربعة جزء من كم? من مئة. يبقى انا هكتب الاربعة هنا في الجزء من مئة. ايه ده? تبقى الجزء العشرة مش موجود. نكتب مكانها ايه? نكتب مكانها سفر. يبقى تلاتة صحيح. واربعة جزء من كم? من مئة. هيبقى الاختيار رقم جيد. اعملتك جدول القيمة المكانية. وفكرتك بي. ان جدول القيمة المكانية. هنا احد. هنا العلامة العشرية. هنا جزء من عشرة. هنا جزء من مئة. انا عايز تلاتة في الاحد. يبقى اكتب تلاتة في الاحد. ادي العلامة العشرية. اربعة في الجزء من مئة. ما ليت الجزء من عشرة مش موجود. روح تواضع مكانها ايه? سفر. يبقى انت هنا لما تيجي تكتب اي عدد بطريقة سهلة جدا بتروح عامل العلامة العشرية بتاحتك تقضي على العلامة العشرية على اليسار احد بعديها على طول جزء من عشرة وبعديها بعد كده جزء من ايه من مئة يعني انت ما ديجي تكتب اي كاسل عشري اهو بيباديه خانة الاحال ودي العلامة العشرية اهي وديه جزء من عشرة وديه جزء من مئة فانا بقول لي تلاتة احد اروح كاتب خانة الاحال تلاتة اربعة جزء من مئة يباديه في الجزء من مئة اربعة طيب هنا في الجزء من عشر مش موجود رقم يبقى نكتب صف يبقى ثلاثة صحيح واربعة جزء من مية يبقى الاختيار رقم ايه؟ الاختيار رقم جيم يبقى الاختيار رقم ايه يا أولاد؟ الاختيار رقم جيم أحسنتم نشوف السؤال اللي بعد كده الصيغة الممتدة للعدد العشري عايز الصيغة الممتدة للعدد العشري العدد العشري بتاع ده عايز اكتبه بايه؟ بالصيغة الممتدة قال لي ايه خمسة آه خمسة في الأحادي بقى خمسة صحيح يبقى نكتب خم زائد. اربعة في الجزء من كام? اربعة في الجزء من عشرة. يبقى نكتب سفر علامة عشرية اربعة في الجزء من عشرة زائد. التمانية في خين في الجزء من مئة. يبقى سفر اوه. ونكتب التمانية في خانة الجزء من مئة. يبقى تمانية جزء من مئة. يبقى انا عايز اختار خمسة صحيح واربعة جزء من عشرة. وتمانية جزء من مئة. هلاقيه رقم كام? هلاقيه ده يا رقم دال يبقى الاختيال البتائج يبقى رقم دال. أكمل ما يأتي التمثيل البياني المناسب لمقارنة المواد المفضلة لمجموعة من الأولاد والبنات هو عشان أمثل مجموعة بيانات لمقارنة بين المواد المفضلة لمجموعة من الأولاد والبنات برافو عليكم بالأعمدة المزدوجة ليه لأن أنا عندي أولاد وعندي بنات أو مقارنة بين حاجتين مختلفتين يبقى نكتب على طول بالأعمدة المزدوجة يبقى نكتب بالأعمدة يبقى لإجابة بتاعتنا بالأعمدة المزدوجة. يبقى الأعمدة المزدوجة. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي عدد كصور الوحدة. آه عايز عدد كصور الوحدة في الكاس الاربعة على سبعة. أول ما يقول لك هات عدد كصور الوحدة في الكاس. تروح وماسك المقام ده وتنزله هنا. يبقى فيها أربعة. يبقى فيها أربع كصور وحدة. يبقى ما هو عايز عدد كسور الوحدة. لأن احنا عندنا الأربعة على سبعة دي؟ يبقى عن سبع زائد سبع زائد سبع زائد سبع. يبقى كم كاس الوحدة؟ يبقى أربع كسور وحدة. يبقى أول ما يقول لي عدد كصور الوحدة التي تكون الكاس. تروح مسك البسط ده وتروح كاتبه إيه؟ هو الناتق بتاعه. قياس الزاوية المستقيمة كام؟ برافو عليكم 180 درجة. يبقى إذن الزاوية المستقيمة ب180 درجة. لازم أبقى أحافظها. طيب الزاوية القايمة كام؟ برافو الزاوية القايمة 90 درجة. يبقى إذن قياس الزاوية المستقيمة هنقول له 180 ايه؟ 180 درجة. ممتازين. اتنين وخمس عايزين نكتبها في صورة كسر غير حقيقي. عايزة اكتب الكسر الغير ايه؟ حقيقي. يبقى هعمل ايه؟ برافو عليك. هروح عامل شرطة الكسر. اهيه. واروح منزل المقام كما هو. واروح ضارب العدد الصحيح في المقام. وبعد كده ايه؟ اروح مزود عليه البسط. يبقى اتنين في خمسة بكام؟ تقول لي بقى عشرة. وازود عليه واحد يبقى احداشر. يبقى أنا أكتب حداشر على كام؟ على الخمسة. يبقى ده ناتج الكسر الغير حقيقي بتاعي. يبقى أنا حولته من عدد كسر الكسر الغير حقيقي. عملت شرط الكسر نسلت الخمسة. ضربت اتنين في خمسة بعشرة. وزودت واحد يبقى احداشر. الشاق المقابل. يمثل المستقيمين ما لهم؟ المستقيمين دول ما لهم برافو عليكم متوازيين. لسه المستر شرح لي. وقال لي عندي تلات انواع. عندي مستقيمين متقاطعين. ومستقيمين متعمدين. ومستقيمين ما لهم متوازيين. المستقيمين دول متوازيين ليه؟ ليه أن ما فيش بينهم تقاطع. بعضي أبداً وبالتالي يدوم مستقيمين متوازيين. اللي بعدها عدد خطوط التماسل في المربع. يعني يه خط التماسل؟ الخط التماسل لازم يقسم الشكل إلى نصفين متساوين. فلو عندي ده مربع. اهو بالشكل ده. عنده ايه بقى محاول التماسل؟ أقدر أسمي هنا محور تماثل كده يقسم الشكل للنصفين متساوين. هذا كده واحد. وأقدر أعمل محور تماثل كده يقسم الشكل للنصفين متساوين. وكمان أقدر أجي من رأسي هنا وأعمل خط تماثل يقسم الشكل لمسلسين متساويين. وأقدر برضو هنا أعمل خط تماثل بالشكل ده. وبالتالي يبقى المربع له كم محور تماثل المربع له 4 محاور تماثل طب المستطيل 2 طب المعين له 2 متوازل أضلاع له 0 وبالتالي أكيد عرفت أن عدد خطوط تماثل في المربع كام 4 عايزين نجمع 2 على 9 زائد كام يبقى أنا عندي 2 على 9 زائد 3 على 9 زائد 4 على 9 أعمل إيه؟ سهلة جدا أروح أعامل شرطة الكسر بتاعي. المقامات ألا يعني موحدة هنا 9 هنا 9 هنا 9. يبقى أنا هنزل المقام بتاعي 9. أهو نزلت المقام بتسعة. أجمع بقى البرسط 4 زائد 3. أقول له كم. يقول لي 7 زائد 2. يبقى 9. إذا يبقى 9 على كم؟ 9 على 9. يساوي 1 صحيح. 9 على 9 فيها الإيه؟ فيها الواحد الصحيح. يبقى الناتج بتاعك كام؟ الناتج بتاعك 1. يبقى انا عملت ايه تاني او لا تاني انا عملت ايه وجدت عايز اجمع الكسور لازم عشان تجمع الكسور لازم الكسور تحتك تبقى المقامات بتاعتها ايه متساوية فوجدت المقام بتاعي كام ايه لديت المقام بتاعي تسعة قلت تمام اروح عامل شرطة الكاس واروح منزل المقام التسعة نزلت التسعة اهيه اجمع بقى البسط ليت اربعة زائد تلاتة سبعة اجمع على اتنين يبقى تسعة يبقى نكتب البسط بتاعي يبقى كام هيبقى ناتج الجامع هنا تسعة, تسعة تقسيم تسعة يديك كام؟ أولو تسعة تقسيم تسعة يساوي واحد صحيح. يبقى أنا كده قدرت أجمع المسألة. بيقول لي نوع الزاوية في الشكل المقابل. لو بصيت على الزاوية ألاقي الزاوية هنا عاملة ايه مربع. يبقى دي الزاوية على طول ايه? يبقى نوع الزاوية هنا قائمة ليه? لأن المربع ده بيدل على زاوية بتسعين درجة. يعني صنع زاوية قائمة يعني زاوية تسعين درجة يبقى على طول اوما يدي الشكل كده عمود وعمل مربعin بالشكل ده يبقى على طول نوع الزاوية بتاعتك ايه قائمة. طيب ايو متى تبقى الزاوية حادة؟ لما تبقى اصغر من القائمة زي بالشكل ده. دي كده تبقى زاوية ايه؟ الزاوية ديت كده دي حادة. يعني دي زاوية حادة. طيب ايو متى تبقى منفرجة? لو كانت بالشكل ده يعني اكبر من كم؟ اكبر من التسعين يعني دي كده زاوية زاوية ايه زاوية منفرجة يبقى دي كده دي زاوية ايه منفرجة يبقى انا كده فكرتك بانواع الزاوية التلاتة عندك زاوية حادة ليه اقل من تسعين هتلاقي كده المقدار بتاع الزاوية او فتحة الزاوية صغير لقيت زاوية فتحة كبيرة جدا اكبر من التسعين يبقى ايزا دي منفرجة او تبقى عاملة مربع كده تبقى زاوية ايه تبقى زاوية قائمة. اجب عما يلي لدى امير خمستاشر كعكة. اذا اكل ثلث عدد الكعكات. فما فكم كعكة اكلها? اه يبقى امير مع كام? هتقول لي امير معه خمستاشر. يبقى تقول لي خمستاشر. اكل ادي اكل ثلث ايه? عدد الكعكات. يبقى انا هنا اعمل عملية ضرب. هضربه في كام? هضربه في سلس. اضربه في كام? في سلس. لان قال لي سلس ايه? عدد الكعكات. اقول لي يساوي. الخمستاشر خلي بالك دي مقامها كام? مقامها واحد. اي عدد صحيح? مقامهم واحد. هنضرب البسط في البسط. يبقى خمستاشر في كام? خمستاشر ضرب واحد بخمستاشر. احسنتم. واحد ضرب تلاتة? بتلاتة. تعالنا نضرب بقى نقسم خمستاشر على التلاتة في الكام? هتقول لي فيها الخمسة? يبقى هو اكل كام? اكل خمس ايه كعكات. اكل ايه خمس? كعكات. يبقى احنا كده عارفنا ما عدد الكعكات التي اكلها مين? اكلها امير. ان انا ضربت العدد الكعك كله اللي لدي في السلس الذي اكله. يبقى قلت 15 في سلس. يبقى قلت الخمستاشر دي مقامها كام. اي عدد صحيح. بيبقى مقامه واحد. رحت ضربت البسط في البسط. 15 في واحد بخمستاشر. واحد في تلاتة بتلاتة. واسمت طلعت بكام? طلعت بخمس ايه? خمس كعكات. يبقى انا كده قدرت احل مسالتي بمنتهى السهولة. تعالوا بقى نرسم زاوية قياسها خمسة وسبعين درجة. بيقول لي ارسم الزاوية التي قياسها خمسة وسبعين درجة ونحدد نوعها. عشان نرسم زاوية يبقى لازم عندي عكتين اساسين. المصطرة والمنقلة. لان انا وبعدين اشيل المصطرة. واجيب المنقلة. وضع مركز المنقلة هنا. عند مين? عند رأس ايه الشعاع. اللي انا كتبته عند نقطة البداية بتاعت الشعاع. يبقى هنا هنا اهو. خلي بالك ده مركز المنقلة. وضعته فين? عند بداية ايه الشعاع. وبعدين هعد الغد ماوصل لخمسة وايه وسبعين. يبقى هنعد. يبقى كده سفر. ادي عشر. انا كده بعدني من تحت يا ولاد. لان اللي فوق مية وتمانين مية وسبعين مية وستين. يبقى انا اعدي من تحت. ادي سفر. ادي عشر. ادي عشرين. ادي تلاتين. اربعين. خمسين. ستين. سبعين. انا عايز خمسة وسبعين. يبقى الخمسة وسبعين هنا. ايه? ما بين مين ومين. ما بين السبعين والثمانين. هضع النقطة بتاعتي. بالشكل ده. و اشيل بقى المنقلة. واجيب المصطرة. و اوصل النقطتين. ببعض. اللي انا اقطط بداية الشعاع. بالنقطة اللي انا ايه? حددتها على المنقلة. وبالتالي اروح مواصل. بقى كده لسمت الزاوية اشيل المصطرة بتاعتي. واكتب ايه القياس بتاعي هنا في النص. يبقى هنا ايه الزاوية دي قياسة كام? الزاوية دي قياسة خمسة وسبعين درجة. خمسة وسبعين ايه درجة. ونوعها ايه? هيبقى نوعها حادة. هيبقى نوع الزاوية هنا يا ولاد ايه? هيبقى نوع الزاوية ايه حد. يبقى انا كده ادرت ايه احل مسألتي بمنتهى السهولة. عرفت ازا يرسم الزاوية بمنتهى السهولة. بيقول لي اجب عما يأتي. اعطيني ايه شكل. شبكة تتبعية. بيتكلم عن الاولاد والبنات. وبيقول لي هنا بيمثل الرياضة المفضلة. بيقول لي ما عدد البنات اللاقي التي يفضلنا السباحة? كم بنت بتفضل السباحة? عندنا البنات ملونة باللون ايه? البني. يبقى انا هدور على السباحة. اهلا اللي هيبقى عشرة. يبقى ايزا مع عدد البنات التي يفضلنا السباحة يبقى انا هكتب كام? هكتب عشر بنات. يبقى انا هكتب هناك كده عشرة. يبقى مع عدد البنات التي لاقي يفضلنا الايه السباحة هلاقيهم كام هلاقيهم عشرة. طيب السؤال اللي بعده. ما عدد الاولاد لذين يفضلون كرة السلة. اروح عند كرة السلة ادي كرة السلة. انا عايز الاولاد ولا البنات? لا انا عايز عدد الاولاد. طيب الاولاد لونهم بالايه? الازرق. يبقى انا همشي مع العمود الازرق. ماشي دعا بالعمود البني. العمود الازرق اهو. الولاد كام? اروح ماشي معهم كده كده كده. او واصل لي كام؟ اروح وواصل عند اتناشر. يبقى ما عدد الاولاد الذين يفضلون كرة السلة؟ اقول له كام؟ اقول له اتناشر. يبقى انا هكتب العدد بتاعي اتناشر. يبقى ايزا عدد الاولاد اللي يفضلوا كرة السلة كانوا كام؟ كانوا اتناشر ولد. اللي بعدها ما الرياضة التي يفضلها نفس العدد من الاولاد والبنات؟ يعني ايه الرياضة اللي فيها نفس العدد يعني العمودين متساويين ما كلمة نفس العدد يعني الأعمالة متساوية ألاقي هنا كرة اليد هل العمودين متساويين تقول لي لا السباحة أيوة يا مسترد العمودين في السباحة متساويين اللي اتنين بعشرة يبقى ما هي الرياضة يبقى هو عايز العدد ولا عايز اسم الرياضة لا ده عايز اسم الرياضة اللي بيفضلها نفس العدد من الأولاد والإيه والبنات يبقى هنا الرياضة جيه آه برافو عليك بقى رياضة مين رياضة السباحة. يبقى انا كده هكتب ايه? السباحة. يبقى نوع الرياضة هنا المفضلة مين? السباحة. يبقى انا كده هكتب ايه? السباحة هي الرياضة الايه? اللي فضلها. نفس العدد من البنات والاولاد. يبقى انا كده عرفت اسم مين? اسم الرياضة المفضلة. يبقى هنا ده كان اسم ايه? ده كان اسمه تمثيل بياني بالايه? بالاعمدة مين? المزدوجة. تمثيل بياني بالاعميدة ايه المزدوجة? وكان بيسأل عن الايه? العدد البنات اللي فضلوا السباحة ليتهم عشرة. عدد الاولاد اللي فضلوا بقرة السلة ليتهم اتناشر. وعرفت الرياضة التي يفضلها نفس العدد من مين? من البنات. يبقى انا هنا اتعلمت مجموعة كبيرة جدا من المعلومات. عرفت ان الواحد الصحيح في مية جزء من مئة. ان الواحد صحيح في مية جزء من مئة. وعرفت ان الواحد صحيح في عشر اجزاء من عشرة. وعرفت لما اجاب قارن ما بين مثلا سفر اه واثنين من عشرة. gusta? تلاتة و iye? وطلاتاشر جزء من مئة. لو انا حبيت القارن ما بين السفر وايه اتنين من عشرة والثلاتاشر جزء من مئة. لازم اتساول العلامات العشرية. هلأ هنا في علامة العشرية بعد رقمين? وهنا العلامة العشرية الفتحتي بعد رقم? يبرز من يزود هنا سفر. عشان يبقى رقمين. فلاقي ان العشرين اكبر. تبداي فيدني كمان في الايه? في الترتيب. ليه? لان اجي ما اوصل لو انا قلت لك مثلا رتب تصاعديا. لو قلت لك رتب تصاعديا بالشكل ده. وعطيتك مجموعة من الارقام. مثلا واحد صحيح وتسعة من عشرة. علامة عشرين. عندنا واحد صحيح وخمسة وتلاتين جزء من مئة. واحد صحيح وسبع اجزاء من عشرة. لما يجا قارن ما بين المجموعة دي من الارقام. لازم الاولى ساول علامات العشرين. هلاقينا العلامة العشرين بتاعت يبقى دي رقم. هلاقي هنا العلامة العشرين بعد رقمين. يبقى لازم ازود هنا سفر عشان يبقى رقمين. وزود هنا سفر عشان يبقى العلامة عشان يبقى بعد رقمين. بقت واحد صحيح وتسعين جزء من مئة. بقت واحد صحيح وخمسة وتلاتين جزء من مئة. بقت واحد صحيح وسبعين جزء من مئة. لما جردت بتصعاديا. يعني من الاصغر. هلاقي ده اصغر واحد. فاكتب عن ايه كده ده رقم واحد. يبقى ده ايه الصغير. من الابعدي الواحد وسبعين جزء من مئة. يبقى ده رقم اتنين. يبقى روح ما ايه كاتبه رقم اتنين. من رقم تلاتة الى هو ده اللي هو واحد وايه 90 جزء من مئة. يبقى ايه اذا يبقى ده رقم ثلاثة. وبالتالي اديدت يا حين المسألة بتاحت لمدة سهولة إزاي؟ إن أنا سويت العلامات العشرية. لازم أساول العلامات العشرية. فلاقيه هنا العلامة العشرية. كد بعد رقم هنا كد بعض رقمين. كنت لازم أزود هنا سفل وزود هنا سفل عشان أقدر ساول العلامات العشرية. عرفت كمان إن فيه ثلاث أنواع من الزوايا زاوية حادة وقائمة وزاوية منفرجة. وعرفت إن الحادة أقل من الزاوية القائمة ويكون الفتاة بتاعتها صغيرة وكنا زمان لما شرحنا الدرس ده كنا بناستخدم ايه اختبار المربع يعني لو عملت زاوية بالشكل ده وعايز اعرف في هذه الزاوية دي حادة ولا قايمة ولا منفرجة هعمل ايه هروح عامل اختبار المربع اللي هو ايه اختبار المربع ان انا هرسل مربع بمحازات الايه الشكل بتاعي كده لو لقيت جزء من الشعاع استخبأ او اختفى تحت المربع اللي انا رسمته يبقى بالتالي دي زاوية ايه لان اقل من المربع دي المربعة هنشوف المربع بقي زيادة عنها وبالتالي اقل من الايه القائمة يبقى ايزا الزاوية القائمة اللي بيميزها ايه انها بتعمل زاوية قائمة او شكل مربع كده يعني ايه زاوية قياسها تسعين درجة وبالتالي لما يبقى عندي زاوية أقل من المربع أو أقل من القائمة يبقى دي نوعها إيه نوعها حادة ودي نوعها قائمة ولكن لو كانت الفتحة بتاعتها أكبر من القائمة هتبقى دي زاوية إيه هتبقى دي زاوية منفرجة يبقى كلا كمان عرفت إيه أنواع الزاوية وكمان عرفت إن الزاوية المستقيمة قياسها كان مية وتمانين درجة وقياس الزاوية لإيه القائمة بكام بتسعين درجة وقدرنا ناخد الكسور المتكفة وقدرنا نحل مساء المتنوع على الكسور يبقى أنا قدرت أحل مساء المتنوع على الكسور العشرية وقدرت أقارب ما بين الكسور العشرية يدر تحل مساء المتنوع على رسم البياني زي ما خدنا فيه العمدة المزدوجة وقدرنا نحلله ان احنا ندرنا نحل مساء المتنوع عليه وكمان حلنا مساء المتنوع على الخطوط المستقيمة والاشياء والاشكال الهندسية وعرفنا ان شرع له نقطة بداية وليس له نقطة نهاية لكن المستقيم ليس له بداية وليس له نهاية اما القطعة المستقيمة لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية كمان قدرنا نحل مساء المتنوع على الزوايا إلى هنا نصل نهاية حلقتنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة كان أصحابكم في رحلاتكم أستاذ محمد ناجم معلم الرياضيات ومدرب النظام الجديد وسفير التغيير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته